بدورها أكدت القيادية في المشروع العربي ناديا لجبوري أن المبادرات الإنسانية والخدمية للمشروع مستمرة لدعم أهالي نينوى وذلك من أجل الوقوف على مشكلاتهم والإسرع بإيجاد الحلول الناجعة لها فيما أشارت لجبوري إلى أن مبادرة الإكساء ستشمل جميع الشوارع في حي الربيع التابع لناحية حمام العليل بعد المناشدات التي وجهت إلينا عن طريق أهالي حي الربيع في ناحية حمام العليل تم رفع هذه المناشدة بإكساء وتبليط الحي بي الكامل إلى الشيخ خميس الخنجر وتم الاستجابة السريعة بإكساء وتبليط الحي بي التيكلة ونسأل الشيخ أيضا بأن تكون هناك مبادرات أخرى في هذه الناحية وجميع أنحاء جنوب الموصل